المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على غطة دمشق الشقية إذ استهدفت بأربع قذائف أماكن في بلدة أوتايا وبعدة قذائف أخرى مناطق في مدينة دومة إلا أن القصف الأكبر كان في حرستة حيث استهدفها النظام بستة عشر صاروخ على الأقل يعتقد أنها من نوع أرض أرض يأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب ومسلحي جيش الإسلام وحركة أحرار الشام من جانب آخر بين مدينتين دومة وحرستة ليرتفع عدد الذين قضوا اليوم في الغطة الشرقية إلى أحد عشر على الأقل بينهم طفلان وفي شأن ميداني آخر تواصل الطائرات الحربية حملتها الشرسة على الريف الإدلبي مستهدفة مناطق في بلدة سراقب وقرأة المريدخ والشيخ إدريس ومعاردبسة ترافقا مع قصف صاروخي عنيف يطال المنطقة عمليات القصف المكثف هذه تأتي بالتزامن مع استمرار القتال العنيفة على محاورة في المنطقة الواقعة بين أبو الظهور وبلدة سراقب وطريقة دمشق حالب الدولي في القطاع الشرقي من ريف إدلب بين هيئة تحرير الشام التي تقودها النصرة وقوات النظام والفصائل الحريفة لها ووفقا للمرصد أن الاشتباكات تركزت في محورة الطوقان على بعد 11 كم من بلدة سراقب التي تحاول قوات النظام جاهدة قضم المناطق والوصول إليها وعلى صعيد متصل تتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين على محاورة في ريف حالب الجنوبي في إطار سعي قوات النظام تأمين سكة القطار والتقدم باتجاه طريقة دمشق حالب الدولي حيث رصد المرصد تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على أربع قرآن بالمنطقة وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال في حين استهدفت قوات النظام منطقة قرب قرية تلحد ياب الريف الجنوبي لحالب ما تسبب بارتقاء سبعة مدنيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين بجراح وطال القصف سيارة تقل نازحين متسببة في احتراق جثث بعضهم فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق في قرية كفر حلب القريبة منها الأمر الذي أدى لمقتل مدنيين اثنين ليرتفع إلى ستة وعشرين مما القضوا إثر غارات الطيران والقصف المكثف على ريف حلب بحسب ما أفاد به المرصد السوري وبالانتقال جنوبا دارت اشتباكات في محور حيطة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي بين فصائل المعارضة المسلحة من جهة وجيش خالد المبايع لتنظيم داعش من جهة أخرى إثر هجوم نفذه الأخير على مواقع الأول ترافق مع قصف واستهدافات متبادلة كما سقطت قذائف وأطلقتها الفصائل المسلحة على مناطق في حي السحاري الخادع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا مما أسفر عن أضرار مادية ترجمة نانسي قنقر